السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 وها انا قد ظهرت مرة اخرى النهاردة اول فيديو اصوره بمفردي في شقتي ان شاء الله الفيديو هيكون حلو جدا انا اصفى طبعا في البداية ان التصوير ممكن ما يكونش حلو قوي لاني مش بتصور بالكاميرا كمان انا اصفى برضو لو الصورة بتتهزم عليش ان شاء الله هجيب استاند في البيت وهزبط لكم الدنيا هنعمل لكم فيديوهات كتير جدا انا واحلام من مطبخة ومن مطبخة وهنعمل فيلوجات حلوة جدا 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 بس انا اللي بيجي في بالي وانتو طلبينو بقوم اصورو على طول قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش تنزلو تشتركو في القناة من زرها الاشتراك الاحمر ويدفع علوه الجرس عشان يصير لكم كل الفيديوهات الجديدة كمان تعملوا لايك للفيديو دا وتوصلوا الفيديو دا لخمسين الف لايك عشان نعمل لكم حاجات كتير حلوة جدا 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 وطبعا انا افتقد اختنا احلام طول الفيديو بس انا دلوقتي هعمل لكم فيديو جولة في تسريحتي هوريكم حاجات كتير قوي في التسريح انا بحبها وحبتها وهحبها كمان كل الحاجات اللي هتشوفوها دلوقتي مش هي كل حاجة لاني جهزت شنطتي عشان استعد للسفر فلو عايزين تشوفوا فيلوج السفر الكامل من اول ما هخرج من البيت لحد ما وصل للفندق اعملوا لايك للفيديو دا عشان تشوفوا الفيديو مش عارف انه لا ينزل الاول بسعبينه لايك وخلاص عشان نفرح كلنا من بيلي الشربات تاني حاجة يلا بقى تعالوا معي اواريكم تسريحتي شكلها هعمل ازاي مرتبتهاش الترتيب المفترض ان هي تكون عليه ومحتاجة منظمات وحاجات كتير جدا وده اكتشفتوا وانا بستخدم الحاجات اللي موجودة في التسريحة فيلا بينا دلوقتي نروح لشوف شكل التسريح هعمل ازاي وكمان ما تنسوش وانتو بتتفرجوا تكتبوا لي كومنتات كتير جدا ايه عايز يتزبط وايه محتاجة اجيبه ايه نقصني وازاي انظم الدنيا في التسريحة ده يا جماعة شكل التسريحة بتاعتي هي مش منظمة جدا وطبعا الدنيا متكركبة بس انا للأسف الادراك دي مفهاش مكان ان انا احط فيها حاجة غير الحاجات اللي موجودة فيها فانا عندي دلوقتي مشكلة في التنظيم هنبدأ التسريحة من الجنب ده البرفنات اللي في الاول دستوري ده معطر معرفش كل ما تيجوا معايا في حتة يبقى موجود البرفنات اللي في الاول دي والسبريهات بتاعت جوزي طبعا كل الحاجات اللي انا هوريها لكم انا طبعا خدت حاجات كتيرة منها نقصة جدا لشنطة السفر عشان انا جهزتها خلاص فلميت كذا نوع برفان وكذا حاجات بس انتو كده كده عارفين اشكال البرفنات والكريمات لاني عملتلكوا قبل كده فيلوج وانا بشتريها وعملتلكوا فيديو وانا بفرقكم مشترياتي من البرفنات فانتو كده كده عارفين اشكال البرفنات دي برفانات جوزي نقصين طبعا زي ما قلتلكم في حاجة تانية كتير هو بيستخدمها بس انا شلتها معانا في شنطة السفر اول حاجة هتكلم عنها البرفانتين دول البرفانتين دول مش اوريجنال يعني دي جوت جيرل بس مش الوريجنال ودي كمان البرفانتين دول انا كنت جايباهم من ستور هسيبلكو اسمه ولينك بتاعهم بجد تحفة احلى البرفانتين عندي في التسريحة احلى من زارة واحلى من اورفلام واحلى من برفانات كتير جدا برفانتين تحفة وسبتين شكلهم شيء جدا وبستخدمهم في اول جوازي يعني هما يعدلوا برفانات تانية تحفة وشكلها كمان حلوة قوي على تسريحة جوت جيرل برفان حلو جدا من مفضلاتي بس اول مرة اجرب الكابي منها بس هي تحفة جدا 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 وسبتة جدا جدا قريبة قوي من البرفان الاصلي بعد كده عندي برفانات اللي هي فيكتوريا سيكرت برضو كان فيه جروب حلو بعتها لي وانا ورته لكو دي برفانات اورفلام اللي انا ورتها لكو قبل كده دول تلاتة وارا بعض ودي كمان ودي دول من اورفلام دول من زارة الاربعة دول طبعا انا كان في حاجات كتير انا اقص ان انا جيبها يعني انا كنت محتاجة يجيب برفانات تانية من زارة بس ان شاء الله هجيب مشتريات كتيرة جدا تانية للتسريحة وهوريها لكو ودول نوعين فكس عندي واحد من مايبيلين والتاني من كارولان ده تحفة جدا انا بعشقه حلوة قوي ده برونزينج للجسم ودول نوعين ميكب موزيل ميكب عيون من بايوديرما وموزيل ميكب من جارني تحفة جدا نيجي بقى الحاجات الجسم ده كريم نيفيا سوفت انا بحبه وبستخدمه هستخدمه وافضل طول عمري هستخدمه وده بارتمانت كريم من اورفلام برضو دي برفانة بتاعته اكلة وده شاور مش عارف ايه دول شاورين مش عارف ايه اللي جابهم هنا استقريبا انا حطيتهم على اساس ان هم على اساس ان هم كريم للجسم وده برضو مجموعة من باسم بادي ووركس معها الشاور والشامبو والشاور والكريم الجسم والكولونيا بس انا فصلة بقى يعني انا الجزء ده عاملة فيه السبلاشات كلها والجزء ده الكريمات كلها ده كريم من فلورمار بادي لوشن بالصبار وده للرجل وده فيه برونز للجسم شامرينج وده بادي لوشن برضو من ارفلام عندي مجموعة التانية الشاور والصابونة ودول كريمين للإيد غير طبعا الكريمات اللي الإيد اللي انا خدتها معايا في السفر دي مخمرية كان فيه جروب حلو بعتها لي ودول باقي لوشنات بسم بادي ووركس ده النوع اللي انا بحبه اللي انتم عارفين ان انا بحبه تمام ودي سبلاشات بقى ودي ميت وارد من ايفا قلت هجربها عشان اعرف هي حلوة ولا لأ لان ميت وارد في العموم بتطلع لي حبوب مش عارفة ليه ودول سبلاشين بتوع بتوع ودول سبلاشات برضو كانت جايالي من جروب ورتها لكم في مشترياتي قبل كده التلاتة دول في جروب حلو قوي بعتها لي ودي من من مفضلاتي برضو ودي من دي كلونية كبيرة جدا 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 من ارفلام رحتها حلوة وثابتة جدا دول بقى العلب بتاعت ايكيا جبتها وحطت فيها كل فرشي فرش الميكب كلها عندي طبعا كزا نوع فرش دي كل دي فرش وفي فرش تانية طبعا زي ما قلتلكم خدتها معايا في السفر حتى كمان على تسريح المفرش ده والطبق ده في شموع عشان كمان تعمل ريحة حلوة وحط حوالين الطبق ورد مجفف انا مفروض كنت جايبها الطبق ده اعمله منظم احط فيه مانيكيور احط فيه اي حاجة بس يعني هو جاي في الظروف ان هو يبقى شامع ودي مراية طبعا دي انا لبنى الامورة لابسة ازدال البيت كمان هوريكو دلوقتي الجزء ده ثواني الجزء ده فيه اولا بودر للجسم معطرة للجسم من ارفلام بحبها جدا وفيه هنا بقى مجموعة من اقلام الروج مع مسكرات مع برايمر بتاع سماش بوكس بحبه جدا وشوية ارواش كتير كتير وتنتات اه ودي مسكرة من اه من اسنس دي حلوة بحبها وقعت ودي مسكرة من ستايليودر بحبها برضو كزا نوع روش طبعا غير ان انا خدت معايا حوالي عشرين نوع روش في شنطة في شنطة السفر بتاعتي دي برضو محدد للحواجب من انستازيا وكم نوع روش هنا برضو فيه برايمارات للعيون بقى وللشفاف ولكله هنا برضو فيه نوعين فاونديشن وحاجات من ايفر بيوتي كانت جيالي فيه حاجات في المايكب كتير جدا بس انا مش مطلعة كل الحاجات دي برضو قلام كحلة وفاونديشن وبرايمار والبالة دي من سونية كشف بحبها قوي وده كمان كونتور من مابلين وكونسيلر دي كده شكل الحاجات اللي فوق التسريح ندخل بقى للأدراج أدراج الأدراج دي ندخل بقى للأدراج أول درج أول درج أول درج ده انا حط فيه تاوك ومشاط وحزازات وبنس وبندنات وحاجات كتير قوي استخدمها مش عارفة هي ده مكانها ولا لأ بس انا يعني المكان الموجود حطت فيه وفيه بنس وتاوك وحاجات كتير قوي بحب دول جدا جدا كنت جايبة المجموعة دي كاملة مش فاكرة منين ودول حلوين برضو يعني مش عارفة وده بتاج الفرح احتفصت بيه هو وتاج الخطوبة مرضية شرميهم برضو مش عارفة ليه أو اديهم لحد نيجي للدرج ده الدرج ده بقى فيه كل المانيكير المانيكير ده كله من من يولو وفيه مانيكيرات تانية من ودول شوية ماسكات كورية كنت طلباهم من موقع كوريان او احلام ودي العلبة بتاعت جواها زي استراس كده بتحط فوق الدوافر على المانيكير شكله حال ده كريم كان جايلي برضو من جروب بالشوار بتاعه هو العلبة دي كان فيها برضو لبالم للشفيف كده حلوة قوي حطت فيها البنبوني ده اللي هو بيتفرد ويبقى مصك عشانا هحتاجهم بعد كده كمان فيه تلات انواع اسيتون اسيتون فلورمار بحبه دي ديرما رولر ودول موزيلين عرق خلة سنان محفظاتي كنت جايباهم من ديجافو بكس وغنا للفدية دي ورقة كانت مرمية في الارض نيجي بقى للدرج ده الدرج ده جوا اول حاجة البيوتي بلندر دول اه كانوا خمسة في علبة كبيرة بس انا فضيتهم عشان اخد معايا في شنطة ميكا بالسفر ودي سبونش حلوة جدا كنت جايبها عشان لما اعمل ماسك امسح بيها المسك من على وشي حلوة جدا اه دول سبونشاتسو هنانين حلوين قوي ودي ودي ودنات علبة ودنات مقص براية ودي علبة اه ادوات للباديكير فيها بقى الصفات وبنزات ومبارد وكده دور كانوا علا بالمفروض ان هم علا باكسسوريز بس انا خدت كل الحاجات معايا يعني خدت لبس كتير وخدت اكسسورات كتير فلميت كله كان عندي طبعا الدرج ده مليان على اخره يعني بس سبت كم حاجة بقى كده بس هو فيه سلاسل الفضة بتاعتي والخواتم وكل الحاجات دي سانا خدت حاجات كتيرة قوي معايا ودي بتتلبس كده في العين وبيتحط الجل ده على العين بحيس انها تعمل زي للاكسنج كده للعين دي برضو واحدة زي بتاعة قل بس انا مخلصها والدرجة مكتوب فيه الف مبروك الله يبرك فيك يا اخويا اللي سانعط الدرج ودي حلقان فضة واقعة طبعا ما فيش تنظيم خالص بس انا ان شاء الله هعمل تنظيم ودي سبحة كانت جايا لي هدية من السعودية ودول تنايتين رموش مش عارفة اجاي بالي اتنين عشان من طول رموشي بقى رموشي طويلة قوي فهتنيها بكل ده اخر درج موجود في التسريحة هو الدرج ده بصوا بقى آآ دول شونت دول من برجواء ودي كنت جابها من ودول بالتات اي شادو ودي بالت اي شادو من بريتي وومن كانت جايا لي هدية برضو انتو شفتوها قبل كده ودول بالتات روج وخد سنان آآ ده كرات اللي هي البرومز بتاعت قرف الام حلوة جدا فاونديشن فلورمار وفاونديشن ماك طبعا انا لميت كل الميكاب ودي سات كنت جايباها آآ من سماش بوكس بالشنطة بتاعتها بس انا خدت طبعا الشنطة بتاعتها معايا في حاجة السفر دول حلوين قوي وبالمناسبة حب اقول لكل البنات بما انينا في الشترة عايزة تعملي سكراب لشفايفك ويبقى حلو معاك ويبقى جميل السكراب ده يعني بصو تحفة بقى اليومين بجربو حاسة ان انا بقى اعملت فلر والله ماك حلوة جدا 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 تحفة ودول هايلايتر ودي مراية صغيرة عندي برضو مرايات تانية بس خدتهم طبعا معايا زي ما قلتلكم في السفر ودي بقى لت نكد اللي انا بعشاقها وماقدرش استغنى عنها هنقفل بقى الادراج وهارجع لكم بصوا الادراج ما تتقفلش طبعا عشان لستة جديدة تقفل فانا بقى ده زي ما قلتلكم ده الشكل نهائي للتسريحة لو عندكم اكتراحات بردو قلولي هلفة بقى الكاميرا وارجع لكم تاني لبنة الحلوة بازدال البيت كده الفيديو بتاعي النهاردة خلص عارفة ان التسريحة من كركبة جدا بس مش عارفة اعمل ايه بصراحة يعني ما كانش عندي وقت وانا بفرش الشقة ان انا اعمل اكتر من كده بتأسف لكم طبعا لو الاداء مش حلوة كمان عايز اقول لكم ان اكتبولك اتراحات كتير في الكومنتات اعمل ايه وانظم ازاي انا طبعا بعد شوية هشير كل البرفانات وكل الحاجات والكلمات هحوطها في الادراج وهفضي التسريحة تماما طبعا ده الحل الصح بس انا عاية كنت في الاوقع يعني في بداية الجواز بتبقى عايزة الحاجة تبقى قدامك عشان تبقي شايفة انت بتستخدمي ايه اه اتمنى ان الازدال يكون عجبكو زي التسريحة ما هتكون ان شاء الله عجبتكم لو الفيديو عجبكو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل القرص عشان نعمللكم كل الفيديوهات الحلوة اللي انتم عايزينها وان شاء الله هنعمللكم انا و احلام فيلوجات كتير جدا 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 وحاجات كتير حلوة جدا جدا وان شاء الله هنعمللكم فيديو وانا بطبخ لاول مرة اول مرجع من السفر ان شاء الله واطبخ هعمللكم فيديو مش عشان حاجة ولا كده يعني بس عشان تتشاركوا معي فرحتي بأول طبخة في شقتي. بس هتمنى الفيديو يكون عجبكم.